هل يمكن أن نرسل مع بعض؟ هذا برنامج لغة ليس لغة، هو برنامج جاسم برنامج جاسم بدل أنه عندما كانت ترسل بيديها، يريد أن نرسل بيطوكات هذا الوطوكات، في الحقيقة، خادم مطيع يسمع كلام، يعمل كذا، يعمل كذا، يعمل كذا، يعمل كذا، لكن لا يمكن أن يرسل واحدة، في الوضع يعني في الـ لا يمكن أن يرسل لوحها، أنت كمستخدم الوضعات، تقدر أن ترسل لوحها بسهولة وبسرعة، وممكن ترسمها بطل، حسب استخدامة البرنامج يعني أحد يوجد فراش، وقد يضيف النمج، وما يقول لديه فراش هذا لا يقال لذلك، لماذا يعمل؟ لا يعمل أي شيء، إذا كانت ترسل منه، لا يمكن أن ترسل منه شيء، لا يمكن أن ترسل منه شيء، لا يمكن أن ترسل أوامر، يمكن أن يرسل منه شيء بسرعة جدا، أن يستخدم أوامر لتوصله الغرض الذي يريده بأكثر طريقا، يمكن أن يبدأ يلافه، ويدوره، وليس لا يعلم أن يستخدم أوامره، فلعب ليس في أوتوكات، فلعب ليس في مين؟ في اللي يستخدم، الأوابر في أوتوكات، تدخل من ثلاث طور، نركز مع بعض، أول حاجة نتعرف على الشاشة الرئيسية في أوتوكات، الشاشة التي قدناها هي شاشة أوتوكات، لدينا شاشة الرسم، وهذه الشاشة السودة، شاشة السودة هي شاشة الرسم، لوحة الرسم يدرسم فيها، وبعدين لدي هنا مجموعة من الإيقون، وبعدين لدي تحت سطر الأوامر كلمة Command، وبعدين فوق في مينيو، كلمة كويس، إيه دي الإيقون الرئيسية في أوتوكات، زي ما قلت، أوتوكات ده خادم مطيع، ممكن أن أنتز الأوامر بالثلاث طرق، أما من قائمة الأوامر، أما من قائمة الأوامر، أو من الإيقون، اللي يسمونها شرط الأدوات، أو من سطر الأوامر، تعالوا ننزل تحت في سطر الأوامر، ونكتب له كلمة Lion، خذ بالك، أنا دست تحت وكتب، طبعاً هو كتب لي هنا فوق، هل لا ترى؟ هل تتكشفين؟ هل لا ترى؟ سأكتب له كلمة Lion، طبعاً كما كانت في الورجن، إذا كنت أكتب تحت، بدلاً ما نسك تطور، تبص تحت وتطور على فوق، تبص تطور على فوق، تبص تطور على فوق، تبص تطور على فوق، فأخذلك إنك إيه؟ تكتب مطرح الموسمة موجود، كتبت Lion، كتب لي رسالة سواء تحت أو فوق، هل تحضرت على فوق أن أرشب مؤسسة جيدة؟ والتي، و change the point مع البقاء التي ذكرها وسطيا الجيد، هذا أنك لا تتكلم هذه الأفقار، الذي اندي حصل على هدك مؤسسة الجيدة؟ فأخاذ في الوقت الأكسين؟ الآن어�مني, ما الذي يفعله؟ سعره 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 من أين أصدقه؟ سعره ممر سعره 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 quello الذي تخذله ماذا؟ محاولة تسجيلة واضح يا جماعة؟ حسنا نأتي بقى الموضوع الثاني البيانيت هذا أمر عام كيف يوجد بيانيت؟ صح هذه البيانيت قد تدخلها بالكيبورد قد تدخلها بالماس قد تدخل البيانيت نبدأ لوضعه يمكن أن يدخل البيانيت ممكن أن يدخلها بالكيبورد في ثم يدخل البيانيت إلا استكدام التقوير أجل استكدام التقوير لن تدخله يدخل البيانيت كيف يدخله لا تنظر لأنه ليس بالبقر لا تزيل يمجر له كيف يدخل البيانيت؟ هنشوف هذه القصة مع بعض يبقى عشان ندخل اوامر بدخلها يا جماعة بثلاث طرق عشان ندخل البيانات بدخلها بطريق ايه؟ اما بالكيبورد او عن طريق الماوس بالclick اشي تعالوا مع بعض داخل اول امر ونشوفه مع بعض اول امر عندنا هو امر line ونشوفه اول امر يهمنه هو امر line line command أمر command أمر command أمر line سوف تستخدموا الهلب وتشاهدوا أمر line المفروض أن يستخدم رسم خط لكن هنا يستخدم رسم مضلع يستخدم رسم مضلع هذا المضلع عبارة عن عدة خطو فالخط هو حالة خاصة من المضلع لا أعلم ماذا معي؟ فأنا ممكن أن أأخذ أمر line من هنا أقص معي أحدث هنا خطوط 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 هناك ثلاث ما يمكن أن أفعله أضح 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 وعايز أقفل يعني ناشن عن نورك وفي هذا تأتي نشيد لعب لو عايز تخيل الموضولات مغلق دوس كليك يمين وقوله واضح يا جماعة؟ دوس كليك يمين وقوله واضح يا جماعة؟ دوس كليك يمين وقوله قلوس يبعد أخذنا أمر لايم، أمر ذلك جدا وبسيط بيعمل هذا أمر لايم؟ بيرسل موضولات سواء مفتوح أو مقفولة أو خط، ما هو خط هو حالة خاصة من المضلع يسألني الراجل اسبسفاء في رست بوينت، تدهله بالكيبورد بحدة الثيات أو في الموز تدهله بالكليك الشمال، يسأل فلا الثانية، الثالثة الرابعة، الثالثة حسن ما أنت عايز، خلصت خالص، إما تدوس انتر أو سكيل أو تشكي يمين انتر أو كانسل كلام ده لو عايز المضلع مفتوح، لو عايزه مغلق، إما أنك تكتب بالكيبورد يسأل فلا الثالثة بالكيبورد، أولا أن تدوس كليك كيبين و تقول له كمت يعني ممكن واحد يجيب أمر تانى هو، إذا، تب جب ناس مثل كذا نحن دلوقتي ما جبناش أمر لين لو دوسني enter على الفاضي أو spacebar بيجيب لي آخر أمر اشتغلت لي تاني أنا لسا استخدمت أمر لاين عايز بعد منه عطولك الأمر لاين تاني هل جد هروح جاب أمر لاين تاني كده أو أدوس enter على الفاضي أو spacebar نصلات المسافات جاب الأمر لاين مرة تانية ببيانات جديدة بقى اش نفس البيانات ما نشارس المضالع فوق المضالع القديم جب للأمر بس لكن البيانات مختلفة قد أدخل كده 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 أريد أن أدخل المضالع كما قلت كلمة منبراً أو spacebar منبراً منبراً نفسها انتبغت ستنشيص ستنشيص لا سوف نظه لنستمر هذه الآن لا تقلقات وかتابة إصدارات إن كل إصدارات بستخدام option وفتاح وننرى منبراً هل يفعل داخل lên 0 انتبغت عايزين ده نبدأ على الرسم المسوم ده نرسم خطوط أخرى بالاستعانة بيها يعني عايزة أوصل التقاطع ده بممتصف الخط ده تقولي سالة جدا نجيب أمر لاين ومروح جايين موصلين التقاطع ده بممتصف الخط ده تقولي بممتصف الخطوط أولا لا دي هي التقاطع وانا هو المنتصف لأن الشباب ليس مصبوب صحيح لمساعدة وانا أغلبت أن وقامت شيئا غربي نعمل اندو إقامة من قيمة ادت اندو او ctrl z او u enter هنا علينا كلامين اندو لا يعطيش أي شيخ ما خاطر أخر أمر عملته يريد أن تراجع فيه. إما كنترول من قائمة إلت أندو أو تكتب له أندو في الكمانضرين. أندو؟ لا، هناك قواعد أخرى. هناك أمر أخرى تعمل القصة. لكن أنا دلوقتي على أن أحد يرشم وغلط. وحسم الغلطة بتاعته مباشرة بعد ما عمل. أندو خارجي. يوجد أندو خارجي. يوجد أندو دخلي. كيف أرسم أمر لين؟ وأرسم مضلع. كده، 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 دخلت هذه النقطة وأكتشفت أنه غلط. أخذ النقطة وأكتشفت أنه غلط. أروح دايس كريكي مين وأقول له أندو. أنا أستطيع التقلص. ومضل واندو. شفتوا العمل؟ أخرى،そうですね، ققت المضل واندو، Guy 2. هل ت Roland is عامل Euhos بمجهور ولكن هل تستخدم الى أندود داخلي داخل الأمر anne打ع بعد هل يذهبن الأمر لا ينفعش، يا أندو دلوقتي بقيت أندو خارجية، إذا خرقت برأة الأمر، بالذات، لو قد تلك كنترول زاد يلغي الأمر كله، لا ينفعش أرجع حتة صغيرة نرجع بارجوعنا لأنني أريد أن أرسم خط يوصل التقاطر بالميت بوينت، هذه خلصة، هنجيب أمر لاين ماذا نرى؟ أنا هنشق، لا يوجد شيء، هناك شيء أسمى الأدوات المساعدة للإلتقاط، بالإنجليزي ماذا يرغب في الالتقاط، ما أنا أريد أن أجلب التقاط على الدقا، سفر، أريد أن أجلب الميت بوينت بالدقا، أجلبها كيف سيفوك؟ هذا ما نرى. هناك شيء اسمها Object Snap الالتقاط الأشياء. يجب أن نفهمها أن الأدوات المساعدة للالتقاط لا تشتغل غير من داخل الأوامن. وظيفتها تساعدك في الالتقاط نقطة داخل الأمر. هل تفهمني؟ إذا كنت تقوم بإضافة الأوامن وإذا كنت تقوم بإضافة الأوامن وإذا كنت تقوم بإضافة الأمر ينفع أصدقاط شيء؟ ما هي؟ يجب أن يكون هناك أمر يقول لك أن هذا النقطة الأولى وما يقول لك أن تساعدني أن أقوم بإضافة الأولى لكي أختار النقطة الأولى كيف يجب أن نجد أدوات المساعدة للالتقاط؟ عن طريق Shift و Click يمين Shift و Click يمين يوم يطلع لي الأدوات المساعدة للالتقاط فيها أحد أسمها End Point نقطة نهاية خط Midpoint منتصف خط Intersection تقاطع خطين Apparent Intersection تقاطع خطين منتصف خطين بإضافة عبر التوامر يمكن أن تكون intersected Barrel-Skewn صح لن تكون قد اظهر من الصحر انظروا معي انا جبت عمرلين يا جماعة ودست شفت كليك يمين اخيارات قلت الابرانت انترسطشن لما يكون في عندي تقطع ظاهري اسكيو لاين وانا شغلت ستريد الانسان هو مش تقطع حقيقي فقط قطع ظاهري ماشي فيه عندنا يمكن المرجعين دول هنعوذي فيه بربنديكولار عمودي معيه ماشي معيه تعالنا نأخذ من هنا نقول له انترسكشن هيقولك انترسكشن اوف تحت شايفين تحت خصته ما انتو اوف تتقرب من تقاطع ده تلاقي فيه علامة كروس ظاهري شايفتنا تقرب من ده يعني او نتقرب منه تلاقي بياخد بايدك ويخطك عموط ندوس هنا كليك الشمال فنلاقيه يختر لنا الانترسكشن بدقة عايزين نوصلنا للميت بوينت دي عادي اتشاف تكليك يمين ميت بوينت لمجرد ما اتقرب منه اخد بالك كل حاجة ليقى رمز الميت بوينت رمز مسلس الانترسكشن كورس حتى الرموز دي موجودة هناك طب عايز ارسم عمودي على هذا الخط عادي كليك يمين بربنديكولار وقرب من الخط الله ايه ده بيعمل حاجة غريبة قوي شايفين عمليه اه من الزاوية منفارجة فالعمودي على الخط مش عمودي على امتداته الخط ده الخط ده خط ده عمودي عليه برا عمودي على امتداته عشان نزاوه منفارجة شاكتوا كهان ده في الناس الزمن مصبوط جميل ادي عايز اوصل بالاند بوينت بتاعت النقطة دي شايفت كليك يمين اند بوينت بتاعت الخط ده لو قربت من الاند دي يلتقط الاند دي لو قربت من الاند دي يلتقط الاند دي كليك الشمال يجب عليك يجب عليك يجب عليك يجب عليك يجب عليك اي نقطة انا عايزها يا جماعة لا زال الامر شغال معي عشان يرسم مضلع لا انا وصلت الميت بوينت لبربنديكولر عمودي لبنديه ده كده ندوس انتра على الخضر ناخد ونقول الميت بوينت بتاعت الخطر ده ا Juda الانترسيكشن اصدقى اقعدوا ان قلت له ليلة قال لي منقاله نقطة قلت له ساعدني ساعدني دي ازاي؟ ونقتل اختار ودخلت اختارة الانترسيكشن قال لي فينه نقطة تانية قلت له ساعدني كلمة ساعدة دي تترجم ازاي عالكمبيوتر حتى كانت زيما بنقول لهم زمان نقول لهم مفيش تنشين فيه شفت كلك يمين ماذا يا جماعة؟ خطير؟ ما يديك بلا خطوط مستقيمة خطوط أو رأس جميل جدا خدوا بالكم. نريد أن نرسم خط نجيب أمرلا نرسم خطوط ونرسم خطوط نرسم خطوط فرقنا هنا ونرسم خطوط مستحيل أنني بأيدي أعرف أن اجد خطوط فرقنا 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 يجوز أنني أحل المشكلة ببسطة جدا عن طريق F8 حاجة اسمها أرثوغنال زرار F8 زرار F8 ده أرثوغنال بيخليك تشتغل أفك يا رأسي بس يعني بص لو درس F8 يجي ترسم كده يسملك أفك طب انا عايز أرسم ممالي لا 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 هو يرسم يا أفك يا رأسي فقط اتماعات الزرار والله عزيزي اتماعات الزرار من الملاعظة الزرار او قابليه مش فارق يعني لو اتخرجت منه خد بالك فيه تحت حاجة منورة اسمها أورثوغنال اتماعات الزرار أضغوط عليها مدام ما ضغوط عليها منورة يعني دوسه F8 يجي ترسم لائم بعد كده أفك يا رأس يجي ترسم افرد عايز ألغي F8 يبقى F8 يبقى F8 يشغل يعني زرار يشتغل وقف يعيد وقف برأس عدا يجي ترسم لديه يشتغل ي power يجي ترسم لإهاجة هل معانا؟ هل معانا؟ هل معانا؟ واضحة؟ هناك حتة مهمة جدا، المشوان يستطرها أن الأدوات المساعدة للانتقاط يجوز أن أشغلها أوتوماتيك معانا يجوز أن أشغلها أوتوماتيك كيف؟ أدوس F3 هل تقدموا كشهة ؟ فعندما يمكنني أدوس F8 على الأورثو أو أدوس هنا هل تفهم معانا؟ شوانا؟ بعض الأدوات المساعدة للإلتقاء أوتوماتيك شغالة معها بعضها وهنعرف قدام إزاي نتحكم في بعضها دي نشغل بعضها إزاي ونقص في بعضها إزاي يعني هجي أمر line line هروح دخل بص أول ما أعرب من ال end point يجيب هالي أول ما أعرب من ال end point يجيب هالي أول ما أعرب من ال intersection يجيب هالي طيب ال mid point ما أجيب هاش line طيب عايز mid point shift click click mean mid point يبقى الأصل ومن shift click click mean يجوز أن أنا أخليه automatic يجوز أن أخليه يلتقط النقط automatic أن أدوس على F3 أو أشغل O snap معي يا جماعة بحيث يشغل بعض أدوات خاصة الانتقاط وبعضها ممكن تزودها وتقللها بس يتزودوا ما أخلي ال O snap تشغلي كل حاجة لو شغلتها كل حاجة تستغل يعني طول ما أنت ماشي بس 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 طول ما أنت ماشي بس هتلاقي عناك عمالة ايه ماذا؟ 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 نبدأ نلتقط بعض النقط اللي فيه ازاي نعمل أندو خارجي وداخلي ده كده view سريع على أمر لاين ممكن المرة الجاية نبصل أكثر جداً وندخل دخلة عميقة في الوقات إن شاء الله حاجة لسعين